خطأ طبي ينهي حياة لؤي البالغ من العمر 35 عاما بعد دخوله لإحدى المستشفيات الأهلية في بغداد لإجرائه عملية لتفتيت الحصى لكنه خرج ميتا دون معرفة الأسباب التي أدت لوفاته وعدم استلام دويه التقرير النهائي للعملية الجراحية التي أجرها شاب ما بيشي أول طبع الحواق فيها قال لي عندي حصوية خمسة ملين والله العظيم قلت له أخذ علاج عشار قال لا أنا رح تدكتر عمار قال لي ماكو نص ساعة سوي لك العملية المستشفى الرافض صعدنا فوق يا بي بنا وين قال عيني عسر يعجبوننا هاي راجيته طلعنا برا تاري هم ما مقال لون جيب راجيته متوفي ردي طلعونه استاذ كرار يعني ما درش يردي يسون مثلا ردي يأخذون قليته يعني اللي تعجرون بي دقائق قليلة وغادر لؤي الحياة بعد دخوله صالة العمليات حتى تفاجأ أهله باختفاء جثته وبعد بحثهم لأكثر من ساعتين وجدوه مرميا في إحدى مخازن المستشفى بحسب ما يقولون كشفنا يا بي المريضنا وين واحد من الموظفات قال ترى الله بقية بحياتكم شينو بقية بحياتكم بقية شينو بحياتكم عمي احنا منتظر قال لا ترى هاي مو العملية مالتكم مات صالة ساعتين طيب هسا اريد نشوف الابنية هاي وين صارت ماكو عمي وين جثتنا وين مريضنا وين صالت العمليات واحد يقول لنا فوق الروح فوق ندور ماكو اريد ننزل هذا أخو المريض شقيقة يريد ينزل من المسعد بنص الطريق المسعد وقف طفوا الكهرباء اول ما ننزل لقل لي يا با اريد لي طبيب احشي ويا وين اخوي المتوفي اريد طبيب اريد مدير اريد معاون طبيب ماكو لواحد احد الخوات هناك السستر قال اخوك خبل ساعتين ترى متوفي اكثر الشون توفى اخوك وقال احنا ما ندري اطباء يدرون اطباء وين مقاضي اطباء نهزموا نزلنا دلنفتر دائر مدار المستشفى لقيت اخويا ضابين اكو ملجة جو عدوم يم الدرج شامرين هناك وبغطين البطاني ومنهزمين هذا ويطالب اهالي الضحية الجهات المعنية في وزارة الصحة بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات حادثة وفاة شقيقهم اثر هروب الكادر الطبي من المستشفى بعد انتهاء العملية الجراحية لقناة تجد الفضائية كرار جبار بغداد اشتركوا في القناة